موسيقى موسيقى حياكم الله ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عين التعليم حلقة متنوعة ومختلفة كالعادة أهلا وسهلا فيك علي وحياكم الله ومشاهدين في حلقتنا لليوم مواضيع جديدة نطرح ونناقشها معاكم في حلقتنا لليوم باستضافة أهم المختصين في مجالات مختلفة أكيد وأيضا نرحب بجمهور المتواجد معنا في الاستوديو اللي راح يكون له دور كبير في مشاركتنا موضوعات الحلقة والكثير من الفقرات أكيد متابعين أيضا في تويتر عبر هاشتاغ البرنامج عين التعليم واللي طرحنا عليهم استفتاء وراح نتابع نتيجة معاكم ومشاهدين في فقرتنا الرئيسية وفي نهاية حلقة اليوم كالعادة يتم السحب على إجاباتكم عن سؤال الحلقة السابقة وفالكم التوفيق بإذن الله في فقرتنا الرئيسية لليوم مشاهديننا مع الحرص على توفير تعليم جيد لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات عملت وزارة التعليم على عدة مبادرات مختلفة لضمان حصول الطلاب على أفضل تجربة تعليمية ممكنة بداية من تطوير البنية التحتية ووصولا إلى تعزيز الجوانب اللي تضمن انضباط الطالب واليوم أيضا في عين التعليم راح نتطرق لأهم التحديات اللي راح يواجهها الطلاب مع العودة إلى المدرسة وسنناقش أهمية الانضباط ومدى تأثيره على التحصيل العلمي كل هذا والمزيد ولكن بعد هذا التقرير التالي كثيرا ما كنا ونحن نقرأ كشف الدرجات في مراحل التعليم العام نجد في نهاية الورقة درجة المواظبة جنبا إلى جنب مع درجات المواد الدراسية وهو ما يؤكد ارتباط الانضباط الدراسي بالمستوى التعليمي للطالب يؤدي الانضباط المدرسي دورا محوريا في المحافظة على مستوى تحصيل الطالب وضمان عدم حدوث فاقد تعليمي نتيجة لغيابه عن المدرسة كما ينعكس على ثقة الطالب بنفسه وتفوقه ونجاحه المستمرين ومع عودة المدارس ينبغي الاستعداد والتهيؤ لبداية العام الدراسي الجديد بداية من التجهيزات المدرسية والاستعداد النفسي وعقد العزم على الانضباط الذي يعد مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفرادا ومؤسسات ولذا عملت وزارة التعليم على تعزيز الانضباط المدرسي من خلال الحملات التوعوية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور كما وضعت لائحة قواعد السلوك والمواظبة التي جاءت بناء على توقع سلوك الطلاب ودعم السلوك الإيجابي لديهم وتشجيعهم على استيعاب الانضباط وفهم فوائد ذلك عليهم ويؤكد المختصون والخبراء أن الدور الرئيسي لانضباط الطالب يقع على عاتق الأسرة نظرا لارتباطه بالعادات اليومية للطالب من حيث مواعيد النوم والاستيقاظ بالإضافة إلى الاستعداد المبكر لعودة العام الدراسي ومراقبة سلوكه بالشراكة مع المدرسة لتساهم بذلك في تحسين نتائج التعلم والوصول إلى بيئة تعليمية إيجابية وتنشئة مواطنين مسؤولين يضمنون مستقبلا مشرقا للوطن وللحديث بتفاصيل أكثر حول العودة والانضباط المدرسي سعيدنا ينضم لنا في الستوديو والدكتور مونير القرن عضو هيا التدريس بجامعة الملك سعود حياك الله دكتور مونير أهلا سلامك الله وبرك فرصة طيبة سعيد بهذه الاستضافة الميمونة حياك الله معنا وأيضا نرحب بالدكتور هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي في وزارة التعليم حياك الله دكتور أهلا سلامك الله سعيدة بوجودنا معكم ونحن أسعد طيب أبدأ معك دكتور مونير بالانضباط يعني إذا كنا دائما نتحدث عن الانضباط المدرسي وش نقصد في الانضباط المدرسي؟ جميل دعوني يعني أخذ منحة آخر أنا عندنا مبادرة اسمها صناع الأثر وملهم الوطن دائما ما أكرر لطلابي في الجامعة والعلى بعض الطلاب والطالبات موجودين في الجامعة كلمة استثنائي وملهم أقصدها هم يتوقعونها لزمة ولكن أقصدها ليكونوا استثنائيين وملهمين اليوم بحاول أن نكون إن شاء الله استثنائيين وملهمين في الطرح لن نعرف الانضباط نعرف ضده لنصل له فبضدها تتميز الحجياته أنا متخيل بل أكاد أكون متيقن أن الكثيرين لا يعرفون ما ضد الانضباط فما تتوقعون كلمة ضد الانضباط مفردة ما ضد الانضباط ما هي صعب أنها تأتي لأن أنا بحثها فتوقعت للجميع اللي يعرفون اسمها في اللغة العربية الفلتان بالنسبة عنها ونتوقع أنها عامي الفلتان فانظر لما تيجي ترضى لتكون بخير قال لا إذن أبو أكون كريم ترضى تكون كاذب لا أبو أكون صادر إذن ترضى تكون منفلت وعندك فلتان قال لا أبو أكون منضبط فالانضباط هو الالتزام التام ومواصلة العمل باستمرار في المهام لتحقيق الإنجاز المأمول جميل الالتزام والانضباط العجيب في الأمر أن هناك بينهم تداخل وترابط بلعهم بعضهم يفرقون ما الفرق بين الالتزام والانضباط أيضا هذه معلومة جديدة نتمنى أن نلهم من خلالها الآخرين الالتزام فرض والانضباط قناعة الالتزام تلتزي بمشأة عندك هذا القوانين أنا بلتزم فيها لكن الانضباط قناعة من الداخل توجهني هذا العمل أيضا الالتزام يكون وقتي في الحاضر أنا بلتزم بهذا لكن ما أعرف ما هي نتائجه المستقبلية أما الانضباط أنا لماذا أنضبط؟ مؤكدا أني عندي شعور لمستقبل واعث سيأخذني للانضباط فالانضباط هو الالتزام بمهار توصلني إلى الأمر جميل جميل يعطيك العافية مقدمة رائعة دكتورة منير أسألك دكتورة هيام لما نتكلم عن الانضباط في العملية التعليمية هل مثلا ممكن يكون مرتبط أو مشابه للانضباط بشكل عام في الحياة العامة؟ يعني ما نقدر نفصل عن الانضباط في العملية التعليمية عن الانضباط الذاتي خلينا نقول زي ما تفضل الدكتور هو شيء داخلي هو من الأساس الإنسان الانضباط قيمة جوهرية الانضباط قيمة أساسية من القيم المفروض تكون عند الإنسان القيمة هذه قيمة الانضباط مرتبطة بقيم كثيرة بسلسلة من القيم الالتزام الصدق الأمانة حس المسؤولية العالية وهلوم مجرة كلها مرتبطة الانضباط مرتبط بسلوك اللي هو سلوك الالتزام الانضباط كقيمة دائما يرتبط بأنظمة وقوانين قد تكون أنظمة وقوانين مفروضة كل منشأة كل مجتمع كل دولة كل منظمة عندها أنظمتها وقوانينها اللي الناس المنتهمين لها يلتزموا بهذه الأنظمة والقوانين فكل انضباط مرتبط بنظام وقانون لا بد أن يكون بس في نظام داخلي أو في قوانين داخلية عند الإنسان في قوانين تكون عند الأسرة في قوانين تكون عند حتى جماعة الرفاق صحيح هي ليست قوانين متشريعات من صح التعبير ولكنها قوانين تنبط سلوك الإنسان وتوجهه فهنا الانضباط هو التزامك بالقيم اللي ستوجه سلوكك ما أقدر أفصلهم فصل تام يعني إذا أنت إنسان مثلا خلينا نشوف منظور الأسرة اليوم الأسرة تعزز هذه القيمة في أبنائها من الأساسيات عندها يعني زي ما هي مثلا توفر لهم المأكل الملبس المشرب إلى آخر كأساسيات أيضا تعزيز القيم وغرسة في نفوس الأبناء من الأساسيات يعني كل أسرة عندها يعني نظام خلينا أقول والله أم حديثة عندها طفل عمره سنة هتقول لي إيش عندها نظام لا هي عندها نظام هي عندها مواعيد متتأكلوا متتشربوا متتنبسوا متين نام متة إلى آخر لو اختلف نظامه حيتأثر هو حيكون مسعي حيبكي لو إنه خرجت وسهرت به حيجننها ما حتكون مرتاحة حيبكي وبهد الألين يرجع للنظام فكل يعني فيه أنظمة هي مسنونة في الشريعات وفيه أنظمة أنت تضعها لنفسك كإنسان وتلتزمي جميل يعني نقدر نقول أنه الانضباط في الحياة العامة سيوصلنا أكيد للانضباط المجرسي أكيد هي قيمة أساسية تبدأ تغرس عند الإنسان منذ نوعمة أظافري والأسرة هي المسؤولة عن بنائها تأتي المدرسة تكمل هذا الدور وتدعم وتعزز هذه القيمة اليوم الأسرة لما يكون مثلا الطفل بدأ يأكل مهم عنده أنه يأكل بنظام ونظافة ما يوصخ المكان اللي حولي ومكان معين هذا السلوك التزام بنظام الأسرة ممكن يتعمم على طول ويروح مع الطفل في المدرسة يتعود على النظام ويتعود على النظام فهي سلسلة من سلسلة من الممارسات إن صح التعبير الوالدية اللي تعزز بعدين عذا انتقال الطفل للمدرسة اللي تعزز من ممارسات تربوية في الفقهات الدراسة جميل دكتور مرير إذا قلنا هناك انضباط أو أعلم الطفل لانضباط مثلا سواء كان في البيت أو كان في المدرسة هل هناك انعكاس على سلوك وشخصية الطفل في المستقبل يا سلام من هم نحن ترى نحن يقولون أطفال كبار اللي تعلمناه في الصغار هو الذي قاعد نطبقه هلآن وينشى ناشي الفتيان فينا على مكان عوده وأبوه إحنا دائما نبحث عن بر أبنائنا لابد أن نبر بهم سابقا نبر بهم كيف نعودهم على الانضباط نعودهم على الانضباط لأن إذا تعود على الانضباط الآن سيستمر معه الانضباط في مستقبل الأيام هذا يعني مبدأ كبير جدا وهذا كثير من الناس أحيانا يغيبون عنهم لا مشي الآن خليه عادي لا ما تقول عادي لأنه صعب إذا كبر وأشتد عوده أن تعيده للوراء فالنقش على الصغار كالنقش على الحجر التعليم في الصغر فهذا من الأمور المهمة أذكر موقف لطيف جدا ليه زميل أيام المتوسطة تواصلنا وكان عنده سبحان الله عادة عجيبة كذا وتفارقنا سنوات من عمر الزمن في كورونا الناس فاضين وقلت خليلي أحاول أوصله بطريقة أو بأخرى فوصلت له يعني ما بقول لكم كم عام عشان لا تحسنوا العمر لكنها عشرات من السنوات العمر كله إن شاء الله بارك الله فيك لما تواصلت معه والله تستغب وأنا قلت له الأسرة وقلت له زملائي أثناء حديثه أكتشفت أن العادة ما زالت معه هي هي اللي قبل عشرات السنوات فنقول لو كان أستطاع أن يعدلها في ذاك الوقت اللي تعدلت معه إذن بلا شك ما نربيه فيهم اليوم سنحصده لكن ممكن يأثر على شخصية الطفل في المستقبل دعم أكيد يعني لما نضع في المدرسة أنظمة وقوانين ما هو الهدف منها أولا محافظة على سلامة الطفل وأمانه النفسي واستقراره يعني أنت تخيل لو أنت رايح مكان ما فيه نظام مثلا ما أنت عارف متى تبدأ الحصة متى تنتهي متى يدخل المعلم متى يطلع متى تسلم واجباتك متى تتكلم مع أصدقائك متى تتفسح متى تنصرف إذا ما عندك كل هذا النظام اللي يضبط العمل في المدرسة أنت حتروح للمدرسة وأنت متشتت وخايف صحيح فالنظام اللي في المدرسة أو الأنظمة التي توضع في المدارس كلها لتضمن سلامة الطفل النفسية والتربوية والاجتماعية وعلاقاته مع زملاء وعلاقاته مع معلمين وإلى آخره فكل ما كان فيه نظام وإحنا انتزمنا به معناته وإحنا ماشيين يعني هذا هو الهدف من وجود أنظمة في المدارس جميل اليوم لو طلعت من باب بيتك وإنت ماشي في الشارع في عندك شيء اسمه نظام المرور صحيح أنت لازم تلتزم به فهذا نوع من أنواع الانضباط ليش؟ لأن تحفظ سلامتك وسلامة الآخرين كذلك فهي نفس السلسلة فأنت لش تضع نظام في المدرسة عشان تضمن أن الطفل يحصل على بيئة تعليمية آمنة تمكنه من أنه أصلا يعزز من مهاراته ومعارفه وقيمه في المستقبل فأكيد شيء أساسي خلينا نتكلم مع دكتورة هيام عن الانضباط عند الطفل من ناحية تأثيره وانعكاسه على تحصيله العلمي والدراسي شلو ممكن يؤثر بشكل أكبر أو بشكل أفضل انضباط الطفل أنه يكون تحصيله أفضل وبشكل يعني يكون أجود في العملية التعليمية يعني مرة ثانية نقول كل ما كان الشخص منضبط كل ما أثر على سلوكياته اليوم لما نعرف الانضباط بما يتعلق بالطالب إيش هل السلوكيات اللي نتوقعها منه عشان نقول والله هو زي ما تفضلتي منجز ناجح حصل على درجات عالية يعني يمكن كلنا نحلم أول ما يصير عندنا بيبي ولا شي نحلم والله أبغى طبيب أبغى مهندس أبغى معرف يعني كل أبو وطموحاته كل أم وطموحاته بس ننسى أن هذا الطفل كمان ذو هو شخصيته وهويته فضروري جدا نحن نهتم بهذا النقطة وبعد كده نبدأ نفكر كيف لما هو يدخل المدرسة كيف نبني هذا الإنسان كيف نساعده على أنه ينمي مهاراته أنا ما يهمني فقط في النهاية هو إيش الدرجة اللي هو حصل عليها أنا يهمني إيش المعارف والمهارات اللي يكسبها وكيف هو هيقدر يوضفها فحلو أنا أبغى طفل صح ناجح أبغى طفل منجز بس مو حاهتم بالدرجة وأنسى الأساسيات أنا مهتمة بثلاث أشياء رئيسية في بناء هذه الشخصية وهذا الإنسان إلا حيكون مواطن صالح مستقبل ومنافس عالمين اليوم رؤية 2030 رؤية ولي العهد وتمية القدرات البشرية هدفهم مواطن منافس عالميا طيب هل أنا حتمد على الدرجة فقط ويهمني أني أحصل على الدرجة ولا يهمني أنه ابني يحصل عن القيم والمهارات والمعارف اللي تمكنه أنه يكون إنسان مواطن منافس عالميا أنا محتاجة هكذا الأشياء تخيلي معايا طفل أو طالب أنا أقول الطالب مسؤولية ولي الأمر اليوم في حضوره وانضباطه في المدرسة وبالتالي إنجازه تخيلي معايا طالب مثلا يحضر للمدرسة ثلاث أيام في الأسبوع ويومين ما يحضر أو يوم ما يحضر إيش اللي حيفقده في اليوم ماذا حيفقد جزء من المهارات والمعارف والقيم اللي حصلوا عليها زملاء هو ما حصل عليها صحيح حيجي لو تكرر هذا السلوك عنده حيجي بعد فترة حيلاقي أنه منظومة المعارف والمهارات والقيم اللي تم التخطيط لها مسبقا عشان يكتسبها الطالب في هذه المرحلة العمرية صار فيها فجوات صحيح مين حيردم هذه الفجوات؟ حيبدأ الطفل هو نفسه حيحس أنه أنا ممكن أقل من الناس اللي حوليني لأنني نقصتني هذه الخبرة نقصتني هذه المعارفة نقصتني هذه القيمة مو حاسس لش السبب لكن هو يعاني صحيح فبالتالي أنا لازم أكون حريص أنه ابني يحضر للمدرسة وينضبط عشان منظومة القيم والمهارات والمعارف اللي اترسمت وتخطط لها عشان يكون هذا مواطن منافس عالميا ما تتحقق إلا بإنبارات يعني المسألة من مسألة أنه درس حضره وما فهم شرحه وبيلقها في أي مكان لكن هناك انضباط مهم جدا وهذه بنجيها بالتحديد النقطة هذه ما الذي سيخسره عندما لا ينضبط في حضوره المدرسة دكتور مرير لما أتحدث عن الطالب الجامعي إذا كان الطالب مثل ما قالت دكتورة هيام أنه قد يكون ما عنده غياب عدم انضباط في حضوره المدرسة لما يكون عندي طالب في الجامعة يعاني نفس المشكلة ما كان عنده انضباط أثناء التعليم العام هل ممكن يتعدل هذا الانضباط فيكون منضبط في التعليم الجامعي خاصة التعليم الجامعي تحضر ما تحضر هذا شيء رجع لك ما رح يتدقي عليك أقول لي دقي علي أمرك ترى ابنكم ما حضر في حرية لذلك أنا مع كل محاضرة أبادرهم لأنهم يسألون فأنا أبادر على لا يسألون ماذا يسألون أقول لهم فيه هناك سؤال غير مهدب سلبي يعطيني مؤشر عنكم غير إيجابي فلا تسألوه كلهم يشدون وإيش السؤال ما أنهم يسألوه لكن أنا عشان أقول لهم لا يسألوه هل الحضور والغياب علي درجات ولا لا قلت أنا أبغى الإجابة منكم لماذا هذا السؤال غير مهدب ينتظرون ثم يأتون بإجابات رائعة قالوا فعلا كأننا نقول ما تهم من المادة ولا الطرح العلمي وعلى قول عامة إذا ما في درجات ما فيشوف إلا غبارنا لكن الطالب المنضبط الطالب اللي عنده همة ورؤية هو الذي سينضبط لذلك إيش رأيكم نتفك من الآن اتفاقية قالوا ما هي قلت أكتفي جوالك في ملحوظات أو كلام من اليوم خذ عهد على نفسك أنك لا طيب ولا محاضر ليس عندي وحسب إنه ما عند كل الزملاء أرجوك رجاء هذا اعتبره بغض النظر على الدرجات تعهد مع نفسك إنه من اليوم فصل دراسي كامل لا أغيب لا عندي ولا عند زملاء البعض عمل تخيلوا إنه أصبحت هذا الانضباط عادة قوي يقول الفصل اللي بعده لو غبت يوم كأني فاقت شي فقضية أنه ممكن يتعود ممكن يتعود حتى الكبير يستطيع صحيح أن يقولون تزول يعني الطباع أو تزول الجبال أو تزول الطباع لكن نستطيع إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يستطيع الإنسان وبشرة كنا في الجامعة تغيرت كثير من نظرات الطلاب لكن من يملك الروح الإيجابية في غرس مثل هذا القيم في نفس الطلاب صح وغالبا مثل المعلمين اللي يكونون أمثالك دكتور مونير ما نقدر نغيبهم عن الذاكرة أبدا دائما نتذكر لهم مواقف تكون حاضرة لي لأنه نحن نلمس منهم أنهم حريصين علينا كطلاب يبغون أن نتشرب المادة العلمية بأفضل شكل ممكن علشان كذا أحنا ما نقدر ننساكم دكتور مونير وأكيد لكم كل تحية تقدير وأحترام دعني أسألك دكتورة هيام عن استعدادات وزارة التعليم الآن علشان عودة الطلاب يعودون للدراسة بشكل ناجح ما هي الاستعدادات التي قدمتها وزارة التعليم دعني أرد عليك السؤال تتوقع متى بدأت الاستعدادات للعام الدراسي الحالي من بداية أنا أقول من بداية الإجهاز الصيفية ممكن إذا هي على معلومة أو على توقعاتك أنا أقول لك توقعاتك حنا على معلومة نعرف الوزارة من نهاية الفصل الدراسي الثالث العام الماضي بدأت دعني أقول لكم أنه لا يكاد يبدأ عام دراسي إلا والتخطيط للعام الذي يليه يكون بدأ ممكن يكون عندنا أوقات ذروة اللي تفضلت بها اللي هي نهاية الفصل الدراسي الثالث نبدأ أوقات ذروة يعني هذه خلاص تبدأ العد تنازلي لكن التخطيط من مجرد ما يبدو الطلاب في بدايات العام الدراسي وتبدأ تستقر الأمور خاصة نبدأ نخطط للعام الذي يليه نبدأ نحصر إيش نحتاج إيش تحدياتنا إيش المناهج إيش البرامج إيش الأنشطة التي نحن نبدأ نخطط للعام الذي يليه يمكن تجي عمليات قبل الفصل الدراسي هذه الأخيرة الثلاثة الأسابيع والأربعة أسابيع تبدأ عمليات التنفيذ يعني مثلا تجهيز المباني وتأكد أنها جاهزة نظيفة الكتب الأجهزة والمعامل وإلى آخر تكون كلها جاهزة ومستعدة لاستقبال أبناءنا الطلاب فهذه كلها من الأشياء التي تصير باستمرار لا تتوقف التجهيز للعوامة الدراسية لا يتوقف الوزارة خلية نحل فيما يتعلق بهذا الموضوع يجي بعدها الاستعداد داخل المدارس مثلا نعرف أن هذا الأسبوع كانت عودة المعلمين طبعا هذا الأسبوع عودة المعلمين له أهداف يعني لماذا يعود المعلمين مبكرا التحضيرات المدرسية الخطط الدراسية الجداوي الكتب أيضا تأهيل المعلمين تزويدا بالمهارات والمعارف التي إذا كان فيه مقرارات جديدة نزلت إيش هما محتاجين من تطوير مهني كله يتم خلال هذا الأسبوع بحيث أن إن شاء الله بإذن الله مع بداية الأسبوع القادم نستقبل أبناءنا الطلاب والعالم ينتظرك يعني إحنا عندنا هاشتاق اليوم نازل العالم ينتظرك فإحنا ننتظر أبناءنا الطلاب يعني بكل شوق بكل حب تفوق بإذن الله خاصة نحن العام الماضي حصدنا كثير من الجوائز وأبناءنا كان لهم يعني بصمات على مستوى العالم في آيسف وغيرهم من المسابقات فأعتقد نحن السنة ذي الموضوع يكون عندنا كمان أهداف أن نحن نحقق إنجازات أكثر ونتماشى مع طموحات الرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة جميل من هذه الجهود كلها اللي بذلتوها في الوزارة دكتورة هي تحديدا عن الانضباط المدرسي يعني نقدر نقول أنه رسائل إرشادية أو تنبيهات للطلاب بأهمية هذه المرحلة لأنه كثير ممكن يتهونون فيها أو يشوفون أنه ما في ذيك الأهمية لها عن الانضباط المدرسي هل كان لكم خطوات أنكم تشددون أكثر على أهمية هذه المرحلة للطلاب وحتى للمعلمين والأهالي أيضا أكيد طبعا نحن نتكلم على منظومة تعليمية متكاملة يعني فإحنا لما نجد يتكلم عن الانضباط لا نقول الطالب لحال ونقول طالب ولي أمر معلم جميع المعنيين في العملية التعليمية طبعا زي ما قلت لك أنه نحن مهتمين جدا بابناء الطلوة كثير من برامجنا ساب في تضمين فيها مكثف للتوعية بأهمية الانضباط وكيف يأثر على حياة الإنسان وكيف نكتسب من حسن الحب ترى أنها قيمة قيمة ممكن اكتسابها حتى لو كانت ضعيفة أو كانت فيها متوسطة أو إلى آخر فهذه قيمة ممكن اكتسابها وممكن تتعزز نتوقع أنه يكون أولياء الأمور معانا إن شاء الله يدن بيت في هذه الخطوات المستقبلية يمكننا اليوم الوزارة أطلقت رسائل نصية لأولياء الأمور لا أدري إذا في أحد من أولياء وصلتني وصلتني جيد هذا يهمنا أن نعزز تواصلنا مع أولياء الأمور ونشركهم الاهتمام بهذا الملف ملف الانضباط المدرسي أنا متأكدة وعلى يقين أنه ما في ولي أمر مو مهتم بهذا الملف ومو مهتم بمستقبل أبناء وأكيد أنه بالنسبة لمستقبل أبناء هو الأساسي يعني بالنسبة لنا الهدف الأساسي الذي نعمل فيه في حياتنا أنه نحن نحقق مع ما حققناه يمكن حتى لأنفسنا فأعتقد أن الملف هذا بالنسبة بالولياء الأمر ملف جداً مهم وآساسي حيكون عندنا كثير من الورش العمل حيكون عندنا كثير من إن شاء الله خلينا نقول إنفوغرافيك موشنغرافيك فيديوهات وإلى آخره يعني من الأنشطة اللي راح تكون مع الطلاب ومهم بالنسبة لنا أنه تفعيل شراكتنا مع الأسرة فعندنا اليوم إن شاء الله مع بداية العام الدراسة حيكون فيه إطار جديد للعمل مع الأسرة وإشاء الأدوار المتوقعة مننا ومنهم كيف نعزز هذه الأمور والمجلس الطلابي أيضاً من الأشياء اللي حرصنا أنه يكون للطلاب أنفسهم دور في تعزيز قيمة الانضباط مش بس الحضور أنا ما أتكلم عن الحضور أنا أتكلم عن الانضباط بجميع ممارسات وسلوكياته أنضبط بحضوري للصف أنضبط بالحضور للطابور الصباحي أنضبط في التزامي بزي الرسمي للمدرسة أنضبط بتسليم الواجبات والمهام اللي علي أنضبط داخل الصف أحترم زميلي اللي جالس جنبي أحترم ممتلكات المدرسة والممتلكات العامة هذه كلها تدخل تحت كلمة الانضباط جميل فإحنا عندنا حملة إن شاء الله شغالين فيها على جميع الأصعدة تهتم بمفهوم الانضباط كقيمة جوهرية أساسية في حياة الإنس جميل بإذن الله أستاذيكم بس نرجع لنذهب للجمهور طبعا لازم يشاركوا مع الجمهور في محاور هذه الحلقة إذا أحد عندي سؤال يلا سؤال الأول كيف نعد النظام نظامنا معاودة الدراسة هذا سؤال مهم شو رأيك دكتور ملي المفترض أن لا واضحة خط نفس أنه سؤال يبين يحتاج له نعم تدري ما تتعدلين من الآن وليس من بعد دقيقة من الآن أولا لازم تستشعرين المسؤولية أنه أمامك عام دراسي قادم واعد مبشر هذه المعنويات لما تحفزين نفسك من نفسك إذن لابد ما أبدأ من بكرة اليوم أنا مبكر ما هو غدا لأرتب نفسي لجدول القادم أتواصل مع المحفزين والملهمين عشان يعطوني طاقة إيجابية لعامنا القادم أتوقع من خلال هذه بتبث الروح المعنوية بشكل أكبر أكيد الدكتورة هي ماذا تعليق؟ يعني ممكن أرجع سألك السؤال نفسه أنت وش خطتك عشان تبدأت تستعدي عطيها المايك عطيها المايك وإلى آخرين طيب إيش غيره؟ كيف حتى تستعدي؟ بس عشان أروح مصح صحة ولا عندي أشياء ثانية؟ يمكن هي الأشياء اللي قالت أكثر الأشياء اللي يحرصون عليها دائما عشان كده أنا أركز عليهم حتى ما تأثر صحيح بس أنا لازم يكون عندي هدف أنا أتفق هذه أساسية يعني أنت عندك أساس لما أنت بنتبني بيت عندك أساس وبعدها عندك أشياء بس وانت بنتبني البيت بس ما حتقدر تروحي للأدوار العليا اللي إذا أنت حطات لنفسك الأساس اللي أنت تحدثت عليه الأساس لكن إيش هالهدف اللي أنت تبت وصليه لبنهاية العام؟ أتعلم إيش تبتتتعلمي؟ أتعلم هو مخطط لك اليوم يومي كالدراسي مخطط لك المنهج مخطط لك أنت ما شايفي إيش أكسترا أو إيش إضافي أنت هدف عندك بتحقيقي بنهاية العام من خلال رحلتك التعليمية أحاول أكسب معلومات أكثر حلو ممتاز وأزيد المعلومات بحيث أنها حتى بالمستقبل جميل خلينا نأخذ الكلام اللي أنت قلتيه حطين نفسك هدف أنا بنهاية العام إن شاء الله أبأحقق أبأزيد معلوماتي مثلا حددي في المجال اللي أنت تبغي مثلا خلينا نقول في الذكاء الاصطناعي أنا أبأطور نفسي في الذكاء الاصطناعي طيب إيش هالخطوات اللي أنا أحسويها إيش هسوي في الفصل الأول ممكن أقرأ إيش هسوي في الفصل الثاني ممكن أروح دورات إيش هسوي في الفصل الثالث أنا ممكن يكون عندي مشروع اللي أشتغل علي فأنتي حطي لك هدف كبير أساسي نشو الله بريكيك داو يعني جزئي عطتين خطة يا دكتور أنا ما أقدر أقول لكل إنسان شخطته كل إنسان عنده تصور لنفسه ومستقبل وحتى مع الطفل الصغير أستاذة الفاضلة أنا ما أقدرت يبدوا يخططوا للعام القادم حتى نظام البيت كيف يبغوا يكون إيش الإنجازات اللي بيحققوها خلال العام القادم إيش أهدافهم اللي بيوصل جميل لازم يكون عندنا هدف عشان نوصل يا تيك العافية دكتور رهيان طيب نستقبل لسؤال آخر من الجمهور السلام عليكم السؤالي هو كيف الانضباط ينظم حياتي بشكل عام تفضل دكتور رابونير طيب تدري متى تعلم هذا لما شوف حياة الفوضويين والعشوائيين كيف وصلهم العشوائية والفوضوية في حياتهم إذا رأيت هذه النماذج السلبية تقول الحمد لله أني أنا منضبط الحمد لله أني أنا مبكر الحمد لله أني عندي جامعة ويقول هذا دائما للطلاب استشعر لما يجي تعرفون في المحاضرات الأولى يقول تدرون أن في واحد الآن ينظر من النافذة لما أنت ماشي يعني مكسل للجامعة يقول يا ليتني مكانك لأنه ما يجعل قبول في الجامعة كان معدل ومتدني ما كان منضبط فتدرون أن في ناس يتمنون مكانكم يقول فعلا استشعر مثل هذا فأهم وأولى وأنبل ما يعزز فيه قيمة الانضباط لما ترى الناس اللي فشلوا في دراستهم فشلوا في مشاريعهم الدراسية فشلوا في حياتهم بسبب العشوائية والفوضوية تقول لازم أنضبط لألا أكون فاشلا وأكون في رأس الهرم في القلمة طيب بس دكتور مونير يعني وفي تحديات دائما تقول الشخص لما يكون منضبط وش أهم التحديات هذه برأيك؟ التقنيات الحديثة هذه أخذت مننا بقدر ما أعطتنا أخذت من وقتنا من جهدنا من أفكارنا من قيمنا أمور كثيرة أول شيء لازم تكون حازم مع نفسك في تقنين مثل هذا الأمر بقدر ما تقننه و بقدر ما تعطي مساحة أخرى لحياتك الواقعية لحياة الافتراضية أخذت مننا شيء كبير الأمر الآخر وجود ملهمين وداعمين أنا أقول دائما لا بد يكون معك من يحفزك للأمان مثل هذا اللقاء الجميل المحفز اللقاءات المحفزة الأخرى النماذي المحفزة دور الوالدين أيضا الصداقات ابحث عن صداقات دائمة الصداقة الدائمة ما تقول لك ها وش راك نغيب بكرة هذا هذا نعم هذا خلاص اشطبوا من القائمة يقولون لازم نحضر بكرة هؤلاء أتوقع يعني إذا استطعنا نسوي عليهم تحكم بنحقق إن شاء الله جميل طب خلني أسألك عن الأباء والأمهات دكتورة هيام في تحدي دائما يواجههم ودائما ممكن الكلام يكون مشابه لكثير من الأمهات والأباء أنه ما قدرنا نعدل نوم عيالنا عندنا مشكلة أنهما يبون يروحون مثلا هذا الأسبوع أو هذا اليوم شلو ممكن يتعاملوا مع هذه التحديات ويخفضونها شوي شوف هي تراكمات ومارسات والدية في التربية يعني خليني أبعد شوي على انضباط وفكر فيها في شي ثاني ويمكن قبل شوي بكتور مونير عرج عليه أنا كيف أكون حازم مع أبنائي وفي نفس الوقت حنون الاثنين ترى ما تتضارب أكون حازم وأكون حنون حلو اليوم مثلا أنا أم والله نظفت الصالة نسحتها ولمعتها وضبطتها وكل شيء أنا بنفسي جاء ابني ولا بنتي وماسك كاست العصير هو ماشي وطاحت من إيده وانكسرت وانكبت إيش ردة الفعل اللي أنا حسويها إيش ممكن تكون ربكتر ممكن أعصر صح؟ وأخاصم وأرعد وأزبد وأمسح ويعني ممكن أسوي شيء كثيرة وعيد وكذا لو كان مثلا اللي مو أنا اللي منظفة ولا أنا اللي مسوي هذا الشيء ممكن أقول تعالي يا فلانا نظفي وخلاص هناك ذبذب ترى الأطفال إذكياء ويقدروا على طول القطو فإذا أنا تهاونت وتساهلت معاهم في موقف وموقف اليوم والله قالوا لي بنغيب ما أحد جاي وكلهم متفقوا كلهم وما أنا ما نغيب وموقف وموقف أخلاص أنا والله طب شو سوينا أرسلهم لا أروح معاهم أنا كنت أروح مع بناتي أو أديهم المدرسة أنا وبناتي في المدرسة الوحدة أنا ما يهمني أول يوم ما يهمني متأخرين ومتأخرين ما يهمني لازم نحضر لازم نمضط فالأم هنا هنا والأم والأب لهم دور كبير في تعزيز هذا القيمة ويكونوا قدوة الأساس إذا كان صحيح ولا تكوني متذبذبة ويوم تسمحي ويوم ما تسمحي مو والله إحنا اليوم مسافرين رايحين مثلا نزور أهلنا في منطقة أفلانية يلا خلينا نسحب على الخميس ونروح ويلا ما إحنا علمنا ابننا هنا إيش الرسالة اللي وصلنا له فهذه هي الأشياء الممارسات الوالدية اللي ممكن ما تكون مقصودة أصلا ولا هي معنية لكن هي اللي تخلي عند الأطفال هذا التذب فبالتالي أنا ممكن أستخدم هذا البرفليج أو لهذا النقطة الصغيرة وأقدر أتحب فيها يعني أنا أكون مع أبنائي وبناتي الالتزام ما في نقاش الالتزام هو ثابت ما يتأثر أبدا طب نشوف معكم نتيجة الاستفتاء اللي طرحناها على جمهورنا في تويتر طبعا طرحنا استفتاء من وجهة نظرك ما هي نسبة تأثير الغياب على المستوى التعليمي للطالب مؤثر بنسبة 100% 47% مؤثر بنسبة 50% 30% مؤثر بنسبة 30% 23% يعني تقريبا الإجابات متقاربة أو النسب متقاربة جوابك دكتور أو تعليقك تعليقي طبعا نسبة تأثير الغياب على المستوى أنا متأكد أنها بنسبة 100% لا شك أنها تؤثر تأثير بالغ على مستوى الدراسة حتى لو قال لأنهم يعززون لأنفسهم أنه أنا لا من خلال موقع التواصل من خلال أيضا أحيان دروس عين اللي نحن الآن في عين يقول لا أتدارك ما فاتني قلنا ما تتدارك ما فاتك أنت ما تدارك ما فاتك القيمة قيمة الحضور الصباحي هذه قيمة قيمة لوحدها معنوية كان الآن الماضي عندي بعض المواد العامة يعني عن بعد هذه المرة أكلمت إدارة الجامعة وقلت كفون لازم تكون عن قرب قاله طيب كان أفضل قلت لا قيمة أني أقوم في الصباح وأتهيأ للمكان هذه القيمة ما تقدر بمال فأيضا ذهب الطالب لقاءه مع المرشد الطلابي وعطاه نصيحة لقاءه مع المعلم وعطاءه توجيه مثل هذا القيم فما بالك المعلومات وما بالك رصيد المعارض طيب دكتور أوهيام الحين تتوقعين النسبة يعني إذا كنا تكلم عن كورونا كان فيها عن بعد فهل وجود التعليم عن بعد هو اللي جعل النسبة هذه ترتفع أنه بعض الناس يرى أنه 53% يرون أنه لا مهب ذاك القوة التأثيري اللي لازم أحضر طيب سؤال صراحة صعب ما له إجابة واحدة محددة لأنه العوامل الكثير لكن خلينا نقول أنه الحضور زي ما تفضل الدكتور فيه مش فقط عملية تعليمية فيه عملية إنسانية بالدور حلو فيه بناء شخصية فيه بناء إنسان فيه بناء علاقات فيه بناء تصور عن مستقبلك إحنا اليوم ولله الحمد عندنا سهولة الوصول للتعليم سهولة الوصول للتعليم ما في أسره اليوم ابنها جالس في البيت ولا في أسره اليوم تعاني بفضل الله إنها تلاقي مكان لابنها إنه هو يتعلم فإحنا عندنا سهولة الوصول فلازم يكون عندنا امتنان لهذه النعمة بفضل الله ثم التوجهات حكومتنا الرشيدة طبعا كلنا أنا أعرف أنه 60% من الشعب السعودي شباب تحت سن الثلاثين يعني أغلبهم على مقاعد الدراسة ما بين تعليم عام وتعليم جامعي فالوطن وطن وطن فتي وطن شاب فإحنا مستقبل الوطن هذا كله بين أياد الشباب فلا يمكن أن نشوف أنه عدم الانضباط هذا سواء على مستوى الحضور أو على مستوى الالتزام بين الالتزامات التي على الطالب أنه ما يأثر لا أكيد رح يأثر وحيأثر المستقبل اليوم نظرتنا حاضرنا اليوم سلوكنا اليوم هو مؤشر على مستقبلنا حاضرنا اليوم وسلوكنا اليوم في الانضباط هو مؤشر لمستقبلنا فإذا إحنا شفنا مؤشرنا في انضباط سلوك أبنائنا سواء في المدارس أو حتى خارج المدارس والتزامهم بمسؤوليتهم أمام الوطن وأهمية تحقيق توجهات الوطن أكيد هنكون يعني في عندنا استشراف المستقبل أنه بإذن الله راح نكون في مصاحب الدور المتقدمة بإذن الله خلني أسألك دكتور مونير علشان الوقت الآن لما نتكلم عن دور الأسرة وأولياء الأمور يزرعون الانضباط عند أبنائهم وبناتهم والطلاب والطالبات أيضا شلون يتكامل هذا الدور بين الأسرة وبين المدرسة وبين المدرسة هذا غاية في الأحملية ما طرحتي من السؤال والآن أحيانا الحقيقة في إشكالية بين تواصل المدرسة مع ويا الأمور والعكس صحيح أما أن المدرسة ما تقوم أحيانا بدورها في إيصال كل الرسائل التي تتعلق بالطالب سواء الرسائل إيجابية أو سلبية طيبا الطالب عنده تميز المفترض أسرة يعرفون هذا التميز ويشيدون به فما يذكر له هذا التميز أو عنده إشكالات أيضا سلبية تتراكم ثم ما ينادونه إلا في آخر الطرق وهذا مشكلة أحيانا من المدرسة أيضا إن لم تقوم المدرسة بهذا الواجب يجب على ولي الأمر أن يبادر سواء كان أب أو أم هم يذهبون للمدرسة ودائما نقول هذا بل إن في مشكلة الآن يعني أنه يدعون أحيانا الأبا والأمهات للمجالس لمجالس المدرسة ولا يأتون يقول لا ما فيه أنا أموري جيدة فلابد أن يستشعر الطرفين المدرسة تستشعر واجبها أنها تشعر ولي أمر الطالب بكل تميز أو بكل سلبية ويستشعر الأبا والأمهات دورهم في متابعة المدرسة لتتكامل وتتضافل الجهود طيب دكتوره هيام لو تحدثنا عن قواعد السلوك والانضباط يعني نعرف أنه دايما الحضور والانصراف داخل في الدرجات هذه في الشهادة نحن نرى دور القواعد والسلوك في تنظيم حياة الطالب وكذلك كم درجة تنقص لما يغيب الطالب في اليوم واليومين أنا يهمني القيمة كقيمة ويهمني أنه القواعد السلوك والمواضبة هذه الهدف منها الأساسي خلينا نعرف أشياء قواعد السلوك والمواضبة صحيح هي مجموعة من الإجراءات والأنظمة التي تنظم عمل المدرسة أو انضباط الطلاب في المدرسة بجميع وسلوكيات الطالب في المدرسة إلى آخر سواء علاقته بالمعلم بالطالب كل شيء كل سلوك متوقع من الطالب هو مذكور في هذه القواعد صحيح قواعد السلوك والمواضبة فيها أدوار ومسؤوليات ابتداء من المعلم للطالب ولي الأمر أيضا له أدوار ومسؤوليات مدير المدرسة منسوبي المدرسة كل واحد منهم له دور في تطبيق هذا القواعد فيها جوانب نمائية تهتم بالجانب النمائي لشخصية الطالب فيها جوانب وقائية وفيها جوانب علاجية يعني فيها إجراءات تتكلم على كيف أنت تنمي مثلا القيم هذا عند الطالب وهذا مدعوم يعني إحنا عندنا القواعد السلوك المواضبة اليوم مدعومة ببرنامج تعزيز السلوك الإيجابي والسلوك المتميز في المدارس مرتبطين ببعضهم القواعد تعطيك كيف أنت تبني هذه القيم كيف تسوي وقاية أنه ما تحصل السلوكيات السلبية اللي أنت تبقى عندك إجراءات أيضا وقائية وإجراءات علاجية في حال وقع أي لا سمح الله مخالفات سلوكية وإيش ما كانت هذه المخالفات السلوكية فهذه كلها تضمن للطالب أنه هو يكون في بيئة آمنة ما المفروض أني أن أتعامل معها على رقم أرجع أقول لك أنا من الأول أنا ما يهمني الرقم قد ما يهمني القيمة نفسها زي ما تهمني درجة الطالب في المادة بالمقام الأول قد ما يهمني إيش الفائدة والمعرفة والمهارة اللي اكتسبها الطالب فأنا يهمني أنه حتى لو بدأ يعني أنا ما تخيل طالب أو حتى إنسان كامل الكمال لوجه الله يعني كلنا نخطئ وربنا ما يعطينا نستغفر صح أو لا نفس الشيء قريب سلوك ومعظمة ترى لو أخطأت ترى من نهاية العالم ترى عندك أنت فرصة أنك أنت تعوض وتحسن وإحنا هنا في بيئة المدرسة كل واحد بدوره ومسؤولية وحن نقدر نساعدك بأي لفل أنت كنت في أو بأي مستوى سواء على مستوى بنائي أنا حساعدك عشان أبني أصلاً هذه القيمة أو على مستوى وقائي عشان أنا أحاول أنه ما يجيني الضد زي ما تفضل الدكتور من السلوك أو على مستوى علاجي في حال وقوع ولو سار وقع ترى في عندك فرصة أنك أنت تحسن وتطور وترجع حتى لو رقصت الدرجة عندك فرصة أنك أنت تعوض هذه الدرجة بأنك أنت يعني توري الالتزام أو تظهر الالتزامك في مواقف كذلك مختلفة طبعاً هذه تحطى الله خطط مع الموجه الطلابي مع معلم الصف ومع ولي الأمر هذه كلها يعني أنا ما أتعامل معها كرقم كرقم واحدة 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 واثنين ترى نحن نتكلم على بناء إنسان فيهمنا في المقام الأول أنها تكون داعمة لهذا البناء أكثر من أنها تكون أداة للعقاب هي ليست أداة للعقاب هي أداة للتربية والتعلم طيب خلنا نسألك دكتور رمونير عن الأجهزة الأدوات الرقمية شلو ممكن تساعدنا أن نعزز الانضباط عند الطلاب والطالبات ممتاز نعم هذا الاستخدام الإيجابي نحن نقول الاستخدام الإيجابي نتحدث عن الاستخدام السلبي ولا بد أن تقنن بلا شك أن هذه مهمة جداً أول دور أنه لا بد أن يعون الأباء والأمهات هذا الدور الريادي لوسائل التواصل الاجتماعي ويحملون لهم برامج قد تفيدهم لأنه الآن لما نعطي الطفل الطفل لا يعني يفرق أحياناً بين بالعكس أحياناً غير الهادف هو الذي يجذب هذا الطفل فلا بد أني أنا أعيي كأب وأم أن يحمل لهم البرامج البرامج الهادفة التي تجذبهم التي تعزز فيهم القيم التي تعزز فيهم الببادئ أسأل المتخصصين في صناعة المحتوى وفي البرمجيات الفئة العمرية ما هي الأشياء السلبية التي يمكن تبعدهم الكثير يسلمونهم مثل هذه الأجهزة ويرفعون يدهم ثم يقع الفأس في الراس وكيف يتم العلاي فمثل هذه القضايا لا بد أن الأب والأم يقننون هذا الأمر يحملون من البرامج المفيدة يتابعون قضاياهم أول بأول ليحققوا بإذن الله الإجازة الأمثال بإذن الله طيب كلمة أخيرة دكتورة هيام توجهنا لأولياء الأمور والطناب في بداية العام الدراسي طيب خلينا نأخذهم واحد واحد نبدأ بالطالب أول شيء إحنا زي الهاشتاك تبعنا العالم ينتظرك إحنا منتظرين أبنائنا الطلاب يعني بكل شوق بإذن الله يهمني زي ما تفضلت تناقشت مع الجميلة هنا معنا في الستيديو إنه يكون عندنا خطة وأهداف نبدأ نحققها على مدار العام أعتقد أنه هنا دور أولياء الأمور جداً مهم اليوم إحنا الثلاثاء عندنا أربعاء خميس وجمعة وسبت لسه عندنا أربع أيام نقدر نجلس ونتناقش مع ابنائنا ونبدأ نحط خطة ونبدأ نشوف كل واحد فيه وش بيخطط كيف حنحقق هذه الخطة على مدار العام ومهم جداً أنه هذه الخطة تنتقل معانا إلى المدرسة حلو مع بداية العام الدراسي حيكون في عندنا من الأشياء اللي احنا مهتمين بها بداية العام هذا بإذن الله أنه حيكون في عندنا مجالس أولياء الأمور طبعاً هي دائماً تعقد لكن السنة هذه حريصين أنه نكون كلنا على نفس المستوى أو على نفس الصفحة يعني صحة التعبير فعندنا مجلس أولياء الأمور حيكون يتناول محاور أساسية وثابتة حنتناقش فيها على كيف نخطط وكيف نستعد وكيف نبدأ العامل القادم وحي موحد على جميع مدارس المملكة يعني كل المدارس حتستخدم نفس العرض في مجالس أولياء الأمور بحيث أنه نتفق جميعاً أنه إحنا نبدأ بداية كلها طموحة وأحلام بتحقيق النجاحات بإذن الله وليكن شعاراً إن شاء الله نعمل معاً سوياً نحقق الأهداف ونحصد الثمار وإن شاء الله عام يعني نقول ندفع شعاره الانضباط المدرسي العالي وأيضاً الامتنان لأهمية التعليم وسهولة الوصول إلى اللي أحنا الحمد لله ممتني في وطننا وحكومتنا الرشيدة فإنها وفرته لجميع المواطنين الحمد لله الدور عندك دكتور مونير بمناسبة العام الدراسي الجديد ومن قناة عين التابعة لوزارة التعليم سأتيح للقلب أن يبعث رسائل ود لتصل بصدق لكل طالب ومعلم وولي أمر فيا أيها الطلاب والطالبات استقبلوا عامكم الدراسي بطموح وهمة وتفائلوا بأنكم ستحققون في إنجازات توصلكم إلى القمة بإذن الله خذوا نفسا عميق وتخيلوا في نهايته نجاحكم المشرف ثم عودوا للواقع وابدأوا مسيرتكم من أول يوم من أيام العام للوصول إلى أروع وأجمل ختام اجتهدوا ابحثوا عن رفقة صالحة اسألوا من الله العود وتذكروا أن أسركم ووطنكم سيفخر بإيجازاتكم ونجاحكم احترموا وقدوا أساتذتكم تعاملوا برقي مع زملائكم وليكن شعاركم لأستسهلنا الصعب أو أدرك المنى فمن قادة الآمال إلا لصابر أيها المعلمون والمعلمات أبارك لكم بدع العام ونبل الرسالة وسموه الهدف أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشي أنفسا وعقولا فمع إشراقة كل صباح جددوا النية والإخلاص لتنالوا الأجر وتحصدوا أجملاء ثمان البذر استفتحوا الحصص بالتحفيظ وبثوا الإيجابية والتشجيع قولوا لطلابكم أنتم قادة المستقبل ورواد التمييز ورموز الإبداع وسترون منهم بإذن الله ما يبهركم من التقدم الاستثنائي العظيم فرب كلمة صنعت مجدا وأحدثت في حياة الشخص نقلة وتأكدوا أن العطاء لن يذهب هباء أن العطاء لن يذهب هباء لماذا؟ لأن أثركم الجميل سيظل منقوشا بحب في أذهاني وقلوب الجيل ولأولياء الأمور كل الشكر والتقدير الموفور أدعوهم مع بداية العام إلى توفير الجو والمناخ الأسري المريح فالبيوت المطمئنة لها بالغ الأثر في صفاء أذهان الطلاب وفي رفع معنوياتهم شجعوهم على النوم المبكر وتنظيم الوقت ومراجعة الدروت اعقدوا معهم جلسات أسرية للسؤال عن أحوالهم في المدارس والجامعات كافئوهم على الإنجاز وامنحوهم الخبرة وخبرتكم الجميلة في التعامل الأمثل مع التحديات والصعاب أضيفوا لأسمائهم صفاء جميلة محفزة فلان المبدع وفلان الموهوبة وهذا الإبن ملهم وأخته طموحة فمثل هذه النعوت الجميلة سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق الحماس وإشعال الحماس في نفوسهم وتحقيق التميز المنشود الذي يأخذهم بإذن الله نحو المجد والصدارة اليوم سنبدأ جميعا عامل الدراسي بهمة سنصل بإذن الله إلى القمة لنفرح جميعا ونحن من أعلاها ونقول ها نحن بحمد الله قد وصلناها الله عليك يعطيك العافية دكتور منير القرني عضو هيئة التدريس في جامعة ملك السعود شكرا على هذا الحديث الماتع والإيجابي والملهم يعطيك العافية دكتورة هيام العوفي أيضا يعطيك العافية على هذا الحديث الذي قدمتي لنا مدير عامل توجيه الطلاب في وزارة التعليم شكرا جزيلا لكم وبإذن الله كافة هذه الرسائل توصل وشعاركم في وزارة التعليم العالمي ينتظركم والوطن أيضا ينتظركم شكرا جزيلا ونحن نتظر إبداعكم أيضا وتعلقكم الإعلام المميز شكرا جزيلا لكم إذن العزاء ومشاهدين فاصل قصير ثم نعود لاستكمال بقية الفقرات حياكم الله من جديد مشاهدين في عين التعليم والآن وصلنا معاكم لجولة العدسة الإعلام هو إحدى وسائل القوة الناعمة ذات التأثير الكبير في إبراز هوية وثقافة ونجاحات المجتمعات حتى أن الإعلام دورا أكبر في نشر الوعي المجتمعي ولأن الإعلام مر بمراحل كبيرة على مر التاريخ كان لابد للمؤسسات التعليمية أن تطور مناهجه حتى تواكب هذا التطور اللي نشهده كما حرصت أيضا جامعة أو قد تكون التقنية وسائل التواصل الاجتماعية من أهم الوسائل تداولا اليوم لذلك حرصت جامعة جدا على إطلاق برامج أكاديمية تبعوية في تخصص الاتصال والإعلام سنتعرف عليها بتفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير التالي الإعلام هو أحد أنواع القوى النائمة التي تؤثر بشكل كبير في المجتمعات من خلال صناعة الرأي العام وتشكيله ومع التطور التقني الذي نشهده حرصت رؤية عشرين ثلاثين على أن يشمل التحول الرقمي مجالا لإعلام وأن يكون إحدى ركائزها الأساسية لتحقيق الرؤية ولمواكبة رؤية عشرين ثلاثين حرصت جامعة جدا على تطوير المناهج المخصصة في مجال الاتصال والإعلام وتوفيرها بلغة العصر النغة الرقمية خاصة أنها تشهد نمواً متسارعاً وأصبح برنامج الإعلام الرقمي هو أحد البرامج الأكاديمية المهمة لتزويد الطلاب بالمعلومات والأدوات المتعلقة بأنظمة الإنترنت وتشريعاته وأخلاقياته ونظرياته وتأثيراته ويساهم هذا البرنامج في تطوير مجال الإعلام الرقمي في الوطن من خلال تنمية قدرات الكوادر الوطنية في مجالات إجراء المحوث الإعلامية ودراسات الجمهور والرأي العام وتخطيط الحملات الإعلامية وتنفيذها كما يساهم في صقل مواهبهم في استخدام التقنيات الحديثة بفاعلية لتوظيف الرسالة الإعلامية الوطنية ليس فقط محلياً وإنما عالمياً طيب الحديث أكثر عن البرنامج نضمنا عبر الهاتف الدكتور وسيم الصحفي أستاذ الإعلام الرقمي المساعد بجامعة جدة دكتور وسيم ألهم بك معنا في عين التعليم حياك الله دكتور أهلاً وسهلاً أستاذ علي أستاذ علي أستاذ عهود أنا سعيد بهذه الاستضافة والخروج معكم حياك الله منورنا دكتور وسيم دعونا نتكلم بداية عن هدف الجامعة من إطلاق هذا البرنامج بكالوريوس الإعلام الرقمي هدف الجامعة جدة من إطلاق برنامج بكالوريوس الإعلام الرقمي ينطلق حقيقة من رؤية ورسالة الجامعة فرؤية الجامعة جدة هي أن تكون الاختيار الأول لقادة المستقبت ورسالتها تكمن في العمل على أن تكون جامعة وطنية رائدة في التعليم والبحث والابتكار من خلال تبني مجموعة من التخصصات النوعية التي تساهم بإذن الله في إعداد جيل من العلماء والقادة والقادة قادرين على تنمية الاقتصاد والمجتمع اليوم استابع لي وستابع ههود على مستوى الكليات في جامعة جدة نجد على سبيل المثال كليات مثل كلية الاتصال والإعلام كلية علوم مهندسة الحاسب كلية العلوم الاجتماعية كلية الأعمال وغيرها حقيقة من كليات الجامعة تقدم مجموعة من البرامج النوعية المستهدفة والمطورة تواعي برامج الدبلومات والبكالوريس والدراسات العليل وجميع هذه البرامج تم استهدافها بعناية وفق معايير ومرتكزات معينة يأتي على رأس هذه المرتكزات والمعايير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جميل دكتور يوسيم لو نتحدث عن المهارات التي يمكن يكتسبها الطالب لما نضيف مثل هذه البرامج تحدث عن الإعلام الرقمي وشو ممكن يضيف كمهارات للطلاب؟ طبعا تتفاوت المهارات والمقرجات التي يكتسبها الطلاب بعد تخرجهم باختلاف البرامج المتنوعة التي تقدمها كليات الاتصال والإعلام وكذلك وفقا أيضا لنوعية المناهج والمقرارات التي تتبنىها كليات الاتصال والإعلام إذا كان الحديث مثلا على برنامج الإعلام الرقمي فأهم المخرجات في هذا البرنامج هو التصميم الجرافيكي إنتاج الوسائط الرقمية التفاعلية أيضا عندنا تصميم الرسوم المتحركة صناعة المحتوى الرقمي إدارة منصات التواصل الاجتماعي هذه أبرز المخرجات التي يتكذ عليها البرنامج عندنا في كلية الاتصال والإعلام بجامعة جدا ممتاز طيب نتكلم معك عن جانب آخر دكتور وسيم أهمية توظيف التقنية في المجال الإعلامي شلون خدمتنا التقنية في المجال الإعلامي جميل توظيف التقنية الحديثة في مجالات الإعلام حقيقة يحمل أهمية كبيرة خاصة في عصرنا الحالي عصر الثورة التكنولوجية وصناعية والتوظيف هذه التقنية يساهم في تحقيق عدد من الأمور منها على سبيل المثال للحصرة وهو الوصول والتواصل العالمي اليوم توظيف التقنية الحديثة في الإعلام يساهم في الأصول وكذلك التفاعل مع جمهور عالمي بشكل فوري ومباشر وجود التقنية الحديثة اليوم مكن كثير من الأفراد وكذلك المؤسسات في نشر المحتوى والأخبار وكذلك المعلومات النقطة الثانية المهمة وهي التفاعلية بشكل أكبر اليوم العصر أنا جارس أمر في حساب القناة في تويتر وجدت كثير من العسلة وكذلك التعليقات والإعجابات هذه التفاعلية الأكبر حفقتها لنا حقيقة توظيف التقنية الحديثة في الإعلام أيضا عندنا من الأمور المهمة والتي أضبتها لنا التقنية وهي سرعة النشر والتحديث وكذلك تنوع الوسائط اليوم عندنا استخدام المصوص والصور الفيديوهات والصوت وكذلك الرسوم التحركة قواكم الله ونتمنى لكم التوفيق دكتور وسيم الصحفي أستاذ الإعلام الرقمي المساعد في جامعة جدة شكرا لك على هذه المداخلة وهذا التواجد معنا في عين التعليم نعطيك العافية ألا أفو إذن من جولة العدسة ننتقل إلى الميدان ونتعرف يا عهد على عندنا قصة مميزة اليوم مشاهدينا نحن نتكلم عن الطالبة فراح المزيني والتي قدرت بطموحها وشغفها أن تحصد على جائزة حمدان لفئة الطالب المتميز على مستوى الخليج طبعا عهد تحقيق لقب مثل هذا يحتاج إلى وقت وجهد وعزيمة استطاعت فرح أن تخوض هذه الرحلة وتنجح بها بامتياز نتعرف على تفاصيل هذه الرحلة أكثر مع هذا التقرير أنا عضو باللجنة الإشتارية للطفولة وحققت عديد من الأنجازات السابقة بالأول ثاني ثانوي أصبحت طالبة موهبة في أول ثانوي حققت جائزة حمدان على مستوى الخليج أول شي أنا بدأت أحضر الجائزة بعد جائحة كورونا كلمتني مشرفة المدارس أستاذة لما عن جائزة حمدان ولقيت فيها تحدي وقلت لش لا؟ والحفظ الله بعد توفيق الله قدرت أن يفوز فيها جلست أحضر للجائزة حمدان لمدة سنة ونص تقريبا من بداية أولى ثانوي 2021 حتى 2022 زيتني فكرة مبادرة فرحة متلازمة داون بعد الحجر وطبعا أخي من دومة متلازمة داون ولاحظت كيف قلت مهاراتها أثر الحجر المنزلي فقلت كيف ممكن أساعدها؟ المبادرة هي مبادرة فرحة متلازمة داون وحنا نسعى لزيادة تعايش ومجتمع مع ذو متلازمة داون وإبراز مهاراتهم بالمجتمع من خلال نظام تعليم السلم يعني يكون لهم دور في العلوم والتكنولوجيا ومجالات السلم المختلفة كان المدرسة دور كبير في توجيهي في جائزة حمدان مشرفة المدارس استاذة لما ما قصرت معي أبدا كانت معي حتى في العطلات الصيفية وفي المسابقات وحتى حضر المؤتمرات أحب أشكر الأهلي ساعداني بشكل كبير أم ويبوي كان لهم التعثير الأكبر في تحقيق هذه النجاحات مدرستي استاذة لما ما قصرت معاي كانت معاي من البداية ومكتب التعليم استاذة نزل فهيد لدينا قائد ملهم سمو سيدي ولي العهد برؤيته الطموحة وحنا بدورنا كشباب لازم نسع عشان نحقق هذه الرؤية وننصح كل الطلاب والطالبات اللي بعمري بالمحاولة والتدربة لأن الخسارة ما هي فشل بالعكس بتزيد من إصرارهم وتعلمهم من أخطاءه الطالبة فرح عبدالله صالح المزيني من المملكة العربية السعودية نبارك الحقيقة لهذا اللقب وتحقيق هذا النجاح لكل مجتهد نصيب بإذن الله نشوف فرح في المراتب العليا مستقبلا بإذن الله احنا تعودنا على هذه الجهود المجتمعية علي من مؤسسات أو من جهات ذات علاقة هاي اللي تقدم هذه الجهود لكن لما نشوف أبنائنا الطلاب والطالبات بعمر صغير يقدمون هذه المبادرات المجتمعية لذوي الإعاقة أو متلازمة داون خلينا بدون أي ذرة شك نطمئن على مستقبل السعودية أننا بإذن الله قادرين نتخطى أي صعوبة دام أننا عندنا هذه الثروة الوطنية من المواطنين والمواطنات نقدر بإذن الله أننا نصل لأعلى المستويات بإذن الله وإحنا وصلناها أصلا في الحاضر نجاوز أكثر و أكثر مستقبل إن شاء الله إن شاء الله طيب عزاء المشاهدين فاصل قصير بعده نعود لاستكمال بقية فقرات هذه الحلقة حياكم الله ومشاهدين مرة أخرى في فقرتنا الحركية والحديث اليوم عن تجهيزات ولياء الأمور و الأسر و الطلاب عن أهم هذه التجهيزات وهي الحديث عن الحقيبة المدرسية عن إيجابياتها و عن سلبياتها وهل هناك مواصفات معينة يمكن أن نختار الحقيبة المناسبة لإذن لأخذها يومياً للمدرسة معي هنا في الستيديو الأستاذ علي البياهي أخصائي علاج طبيعي حياك الله معنا في عين التعليم حياك الله حياك الله أستاذ علي ودي تحدث عن أنت خط نموذجين من الشناط الآن موجودة عندي على الهوى يبي تحدث عن سلبيات الحقيبة المدرسية بالنسبة للطالب هل هناك إشكاليات نتحدث عن سلبيات تكلم عن إشكاليات ممكن تحدث من اختيار بعض الحقائب للطلاب على حسب مرحلة عمرية أول شيء يمس عليك والأستاذ المشاهدين هو أتمنى التوفيق لإخواني الطلاب والطالبات في هذا العام الدراسي طبعاً فيها نوع مختلفة من الحقائب لكن هي تختلف على طريقة أو ارتياح للطالب لاختياره لأحد الحقائب كلها سليمة وكلها صحية لكن طريقة الاستخدام هي اللي قد تؤثر على الطالب جميل يعني نوع الحقيبة وطريقة استخدامها هو اللي يؤثر؟ نعم نوع الحقيبة هو اللي اختار الطالب يعني في بعض الطلاب يختارون الحقيبة الساحب أو الحمال على الكتف هو كلها سليمة لكن الطريقة الصحيحة في استخدامها فقط وهي اللي بتحددنا هل يتسبب من الإشكاليات أو لا؟ يعني نقول الشنطلة كانت ثقيلة ممكن تؤثر؟ نعم تسبب أثار كثيرة جداً على الظهر سواء على الظهر أو على الأكتاف أو على الرقبة لكن الطريقة الصحيحة في حمل الحقيبة وكيف أنا أخذها وكيف أختارها هي اللي بتأثر عليه حتى في المستقبل؟ حتى في المستقبل وهذا جداً لأن الطفل يتغير عنده نمو العضلات والعظام فهذا قد يؤثر عليه بشكل كبير جداً جداً في هذه الأن خاصة في مراحل النمو لما يكون صغير بالضبط طيب هل هناك مواصفات معين لاختيار الحقيبة؟ في بعض المواصفات ودي لو نشوفها مع السادة المشاهدين المواصفات اللي أنا أنصح فيها الطلاب اللي مستخدمونها طبعاً لابد أن تكون حاملة للكتفين فهذه بتساعدنا جداً لحماية الظهر حلو هذا رقم واحد رقم الثنين أنها تكون مناسبة لحجم وزن الطفل لأن ما أخذ حقيبة كبيرة وزن الطفل أو صغير حجم صغير يعني فهو الابتدائي هذا مناسب له لكن مناسبة لوحدة كبيرة قد تأثر على الظهر وتسبب لها مشاكل في السنوات القادمة أخيراً نحتاج أن تكون فيها جيوب من ثنتين الطريقة هذه لتوزيع الحمل على الحقيبة كاملة حلو مضطارة الموية قد أو وجبة الإفطار حلو فلا بد أن تكون متوزعة على الحقيبة المدرسية أخيراً أني أعرف أستخدمها بالطريقة الصحيح حلو أني كيف أحملها كيف أن أنزلها مثل الأرض أو أرفعها لا بد أن في طرق أن نستخدمها عشان نتفادي آلام أسفل الطالب يعني أول شيء نقول للطالب أو نقول للأسرة أول شيء اختياراً لها تنشال مع الظهر نعم هذا أنا أعنصح فيه ولا تكون جهة واحدة نعم لو حملتها على جهة واحدة ستسبب لك آلام في الكتف لأيام قادمة بعض الأحيان نواضحها نشوف ميلان في الكتف هذه سببها قد يعود للحقيبة المدرسية طيب ألي معك هذه حقة السحب وش ميزتها؟ هل نعتبرها إيجابية؟ نعتبرها إيجابية إذا استخدمناها بالطريقة الصحية اللي هي؟ بعض الأحيان بعض الأطفال يستخدمونها بالطريقة السلبية اللي هي نزلها بالطريقة هذه ويسحبها فهنا سبب لي ميلان للظهر حلو للسنوات القادمة لكن لو استخدمتها بالطريقة الصحية ورفعت على مستوى الكتف وقدرت عمش فيها بالطريقة الصحية هنا أعيش الله أن يتفادى ألام الكتف وألام أسفل الله جميل طيب هل هناك أساليب معينة مثل ما قلتها قبل وشي في طريقة تنزيل الحقيبة ورفعها ووضعها على الطاولة؟ قبل وشوي قلت لي أنا أحملها بالطريقة هذه صحيح طيب أبغى أن نزلها؟ بتنزلها لا تنزلها وثاني ظهرك هنا قد تسبب لك حمل على منطقة الظهر لكن لما أثني ركبتي بالطريقة الصحيحة بقدر أنزلها وأنا مرتاح يعني ما يكون نزولي بالشكل هذا نزولي بالشكل هذا بثاني ركبتين وليس ثاني الظهر هنا بتتفادى أشياء كثيرة وبالضو بتحافظ على الركب في الثاني ركبة لكن لثانية ظهرك بتأثر على الركبة وعلى أسفل الظهر طيب وش رأيك؟ أيهم أفضل؟ هذه والذين؟ كنصيحة مني أستخدمها هذه لماذا؟ هذه سحب؟ هذه سحب لكن برضو الطالب لما يأتي يحمل على الدرج في بيكون في حمل تكون أثقل تكون أثقل لكن لما هذه بتكون حاملة على الكتفين محافظة على العضلات الظهر وعلى فقرات الظهر أنت عرف الأوسر هم شيء الماركة والإسم وكذا فهذه إشكالية؟ بتسبب لي مشاكل كبيرة جدا لكن لازم أحتم في قضية الوزن وأنها تنحمل مع الجهتين ما تنحمل مع جهة؟ وضروري جدا أنا أخذ الشنطة المناسبة في الحجم المناسب حلو هذه أهم نقطة للصنوات الظهر الظهر غالبا يكون فيها كل شنطة وكمل العمر المناسب لها ولا؟ ما في شيء محدد لكن يمكن يكون الطفل داخل في السنة الأولى وحجمه كبير فأنا أعرف أكثر هذا الشيء طيب أبي كلمة أخيرة توجيها للأسر في اختيار الحقائب المناسبة لأبنائهم؟ أول حاجة أنا أتمنى أنهم يختارون الشنطة المناسبة وما اتفقنا أنه يكون مناسبة لحجم الطفل هذا رقم واحد رقم اثنين أنا لازم أتابع طفلي في طريقة حملة للشنطة أعلم على الطريقة المناسبة على الطريقة الصحية وضروري جدا ضروري أن نشوفها في مجتمعنا كثير حملها على كتف واحد جهة واحد في المستقبل قد يأثر على كتف فهذه ضروريا ننتابعهم شكل يومي أو مستمر أخيرا في بعض الأطفال جميع الكتب يأخذونها معهم للمدرسة فهذا شيء غلط أنه عندنا جدول حصص يومي أتمنى أنهم يحضرون فقط الأشياء اللي يأتخذون الكتب اللي حقت اليوم بالضب لأنه بعضهم يأخذونها كلها فيتسبب لها ضغط على الضهر أو يشيل أحمال ثانية معها بالضب فعنده فطور مع زملاء فهذا بتأثر علي بشكل كبير جدا طيب جميل طيب الآن أنت من خلال علاج الطبيعي هل تجيك حالات فعلا كانوا يعانون من حمل الحقاب بشكل خاطئ؟ أنا ما شفت بصرع لكن الأخوان والخصائيين شافوا كثير تأثير الحقيبة وعادة نشوفها في العلام الكتف لما نأخذ الهستري مع الأهل مع الأب أو الأم فنشوفه يكون سبب الأسباب والألام التي تصير للطفل من الحقيبة المدرسية إذن الأستاذ علي البياهة أخصائي علاج الطبيعي شكرا لديك معنا في عنا التعليم شر رافتني الله يسعدك عنا أكثر إذن عزائي ومشاهدين فاصل قصير بعدها نعود لاستكمال بقية فقراتنا لحلقة هذا اليوم رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في هذه الفقرة ورح ننتقل إلى ترند التعليم ونستعرض معكم أبرز الأحداث التعليمية والأكثر تفاعلا خلال هذا الأسبوع معاهد أهلا وسهلا فيك علي وحياكم الله مشاهدينا مجددا في الترند الأول هذا الأسبوع مميز بعودة المعلمين والمعلمات للعمل مطلع هذا الأسبوع وعادت الحياة إلى أرويقات وجنبات مدارسنا حول المملكة وزارة التعليم نشرت تغريدة الحبية بالمعلمين والمعلمات والطاقم المدرسي قالت بها عودا حميدا وزارة التعليم ترحب بعودة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لمدارسهم استعداداً لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد العودة للدراسة العالم ينتظرك هنيئاً لدروب يمرون بها وهنيئاً لعمل يقومون به وهنيئاً لنا بهم نقول لهم عوداً حميداً لميادين العلم والتعليم إلى الترند الثاني حيث حققت جامعة نجران أو حلقت جامعة نجران في سماء الإبداع من خلال تسجيل براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراعات في الولايات المتحدة الأمريكية الاختراع هو عبارة عن طريقة حديثة ومبتكرة للتحفيز الضوئي باستخدام مركب ثلاثي فعال يساهم بمعالجة ملوثات البيئة نبارك لهم بالتأكيد على هذه البراءة الاختراع لتؤكد المكان العلمي والكفاءة البحثية في المملكة العربية السعودية وإلى الترند الثالث والأخير لأن الهواية نقطة الانطلاقة نحو الاحتراف والتميز حفزت وزارة التعليم من سوبيها وطلابها وطالباتها على اكتشاف هواياتهم وتنميتها وذلك من خلال تغريدة تحفيزية نشرتها عبر حسابها الرسمية نتابع المشاهدين معكم هذا المقطع أعطيك معلومة ترى كلهم يعرفون واحد ليش ما تصير انت هذا الواحد كيف البداية تطيح لك بهواية تطلع مع ناس اول مرة تشوفهم تستنسون على بعض تروحوا تلعبون بادل تقابل فريق ثاني تكسي شفنا مو جوك تحول شطرنج تلعبون لعبة ثنتين ثلاث تهزم واحد يطلع بطل العالم وشخصاها معاك حلو دقيقة دقيقة كارتين اوكي جهات سليمة ما حبيت اطلع منها جرب الرسم دمشت مع الموسيقى خذلك دروس عزف لعبت في السلامة الموسيقية اطلع اطلع فوق وصلت يلا انزل ارجع لأخوياك وحكيهم مختصار تصير الواحد اللي يعرف واحد صير الواحد اللي كلهم يعرفونه عندك هواية عندك سالفة اكتشف هوايتك مع هاروني الواية تفرد وميزة ضروري نلقاها ونسلط عليها الضوء وإلى هنا مشاهدين كنت هنا من جولتنا في ترند التعليم ننتقل إلى فقرة وشتعرف عن معاليد فطل يعطيك العافية عهد الله عافية إذن وشتعرف عن مثل ما عودناكم في كل أسبوع رح نتعرف على أبرز المعلومات وأهم وأكبر مشاريع المملكة اليوم طرحنا سؤال للجمهور وسألناهم ايش تعرفوا عن الاستدامة البيئية نشوف أبرز الإجابات من خلال هذا التقرير ثم نعود ونأخذ أيضا إجابات الجمهور في الاستيديو بتابع الاستدامة تعني أننا نتمتع بالمخزون البيئي لنا وكذلك يكفي للأجيال القادمة أما الاستخدام غير المسؤول وغير المقنن وغير المنظم بالتالي رح يأثر نكون حافظين على بيئتنا بشكل أفضل وبرضو رؤية 2030 تكرس هذا الجهود على أن نحافظ على بيئتنا بشكل مناسب ومهم أن الأجيال قادمة تكون مستفادة طبعا رؤية المملكة 2030 تدعم الشيداء في كافة المشاريع والبنى التحتية رؤية 2030 تتبنى رؤية الاستدامة في جميع مشاريعها مشاهدين بعدما تبعنا هذه الإجابات من شارع عن مشروع الاستدامة البيئية نشوف إجابات جمهورنا في الاستوديو عن مشروع الاستدامة البيئية أول مشاركة عندي المشاركة الأولى أعلن سمو ولي العهد عن حزمة تزيد عن فوق 60 برنامج أو مشروع بخصوص البروموتر حق السعودية الخضراء هذا اللي استفادت عنه بخصوص الموضوع اليوم ممتاز شكرا لك إجابة أخرى السلام عليكم أن مشاريع الرؤية 2030 جميعها تحافظ على البيئة جودة الحياة جودة الحياة وهذا اللي ممتاز اللي عبر يعني اللي شكرا لك عرفت عبر يحفظ شيء للمستقبل مثلا اي جميل فهو كلها ممتاز يكون حول حول هذا البيئة وكيف يحفظ شكرا عزيسي طيب إجابة أخرى مفهوم الاستدامة يعني أننا نحافظ عليها وحتى تستمر وتدوم معنا الأجيال القادمة بإجراء شكرا لكم يعطيكم العبية طبعا كل إجاباتهم كانت صحيحة لأنه فعلا الاستدامة البائية مهمة يعني ما يكون إجحاف استخدام البيئة أو أخذ شيء من البيئة ونضر الأجيال السابقة لا من ناحية الزراعة ولا من ناحية الثروة الحيوانية أيضا يعني نعرف في تصرفات قد تكون جائرة قد تضر بالبيئة في المستقبل فهذه أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ممتاز مشاهدين نتوقف معكم فاصل ونوصل معكم للفقرة الأخيرة اللي الكل ينتظرها من جمهورنا فاصل وراجع مشاهدين إلى هنا نكون وصلنا إلى الجزء الأخير في حلقتنا لهذا اليوم ما هو السحب على سؤال الحنقة الماضية؟ أنا أتحمس للفقرة هذه كأني أنا مشاركة مع الجمهور مغشة هذا أنتي؟ نشوف طبعاً ما كان السؤال نذكر المشاهدين بسؤالنا اللي كان ما هو النطاق العمري اللي مرحلة الطفولة المبكرة الإجابة الصحيحة من ثلاث إلى ثمان سنوات طيب نشوف الفائز بسم الله سحب بسم الله هيا ألف مبروك يا هيا ورح يتواصل معاك الفريق بأقرب وقت لتسليمك جائزة مقدمة من عين التعليم وإيضاً خلينا ننتقل إلى سؤال هذه الحلقة حلقة هذا اليوم وطبعاً يكون السؤال من خلال الفقرة الرئيسية أعطونا السؤال طيب كم درجة يتم خصمها على الطالب عند الغياب بدون عذر؟ هل هي نصف درجة عن كل يوم؟ أو درجة أو درجتين؟ وحسن نصف قد تكون منصفة يعني بس ما أدري أنا نحن نبغى شيء صح بس المشاهدين أكيد رح يكونوا نقدها ويجبون الإجابة الصحيحة مشاهدين السحب رح يكون في الحلقة القادمة بإذن الله من خلال هاشتاق البرنامج عين التعليم وخالكم الفوز أكيد إذن هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم كانت حلقة مهمة تناولنا فيها الكثير من الموضوعات والفقرات نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بنفس الموعد يعطيك العافية علي وشكراً لكم مشاهدينا في أمان الله في أمان الله شكراً لكم